شوف نفسك شخص محظوم أنا أكيد فيه ربنا سبحانه وتعالى مديني حاجات كتيرة جدا هي فيها الحظ وفيها الخير الحمد لله وفيه حاجات طموحي الفني أعلى منها أعلى من المشق يعني هعوز مليش سأف يعني أنا معندي اعتقاد أنه أنا مثلا لو عملت أي شخصية وعملتها بالحماسي وبصدق هدينجا حتى لو روحت هليوود حلو وقوصق يا ديس وواصف من موهبتك أنا واصف من نعمة ربنا لأن الموهبة نعمة المشكلة في توظيفها إدارتها فأنا بعترف طول الوقت أني فاشل في إدارة موهبتي في حد يبقى عنده موهبة أربعين في المائة بس إدارة كويسة في أدارة ستين في المائة فاكتملت تمام؟ صح؟ وفي نماذج كتير كتير معروفين بالاسم؟ طبع كتير جدا عشان ما نقولش أساك الحاجة بس ولكن الموهب أقل وفي موهبة عظيمة جدا ويوازيها لا أحيانا يوازيها إدارة عظيمة فيبقوا الاتنين متوازي فينشأ عنها واحد اسمه الزعيم عدل إله صح؟ موهبة خارقة وإدارة خارقة طبع عشان كده الناس أقول هو حد يبقى محظوظ لا حد يبقى موهوب موهوب الله سبحانه وتعالى أعطاه موهب صح ولكن الموهبة الخارقة دي ساعدت ساعدت جامد بالظرف اللي كانوا موجودين وساعدتها فيه خد بالك لو دلوقتي بطريقة أستاذ أحمد زاكي مش هينجح زي زمان لا خط اه يعني أنا أسانة حضرته أستاذ أحمد زاكي في الأواخر طريقته لا ما كانتش تمشي دلوقتي خط هو كان ممثل ناجح جدا ولكن دارته حاجته قتصعب جدا جدا إحنا حاليا في الظرف اللي أنا موجود في دلوقتي أنا بقول اللي بينجح وبيبصب ويستمر ثلاثة واربع سنين واربعا ده عظيم جدا طيب أنا عايزة أسألك بقى بما إنك نجحت مم إن أنت تكون آآ مخرج مسرحي شاطر اه إيه اللي خليك تقف يعني إيه اللي خليك تبطل ده أنا نجحت مسرح كمخرج كمخرج برا مصر هنا جميع العاملين في المهنة بتاعتنا والشوالانا يعلموا إن علامة مرس الشاطر يعني ممكن يخرج مصرحية حالة ويعمل عمل ماجحة ولكن محدش فيهم معارض علي ده تفتكر بسبب وجود مخرجين كتير في المهنة فيه موعدين يعني فيه مخرجين وعدين يعني طبعا على رأسهم العبقري خلل جدير خلل جدير طبعا مخه ما شاء الله الله يباركه يعني شاطر شاطر وعندنا أشرف عباقي صانع بيعرف يصنع توليفة في حقيقة ليه ما فكرتش تعمل زي أي أشرف أنا عملت اللي أفضع من أشرف بقى ولكن معارفتش كمه تعبت أنا في يوم كده صحيت من يوم قلت أنا هاخد كاميرا صغيرة كده وهنزل هلفة محافظات مصر كلها فاكر الفترة دي صح أدور على موهوبين في الشارع ايه ده؟ فجمعت سبع تلاف بني آدم سبع تلاف بني آدم دولا عملت لهم اختبارات ومراحم وخدت استعانت بلجنة وكونة من رجال مصرح زي الأستاذ يشام جمعة المخرج المصرحي العظيم والله يرحمه للأستاذ ماهر سليم زلك المخرج والمفنانج القدير ودكتور عمر ابو القاسم منتج السينماي صاحب شركة إنتاج قديمة شوية وعملت لجنة وبدأت أنزل محافظات ولفت تلاتاشر محافظة وجمعت ستلاف أول ما أكتر يعني وصلت من سبع تلاف بني آدم ما بين موهوبين في التمثيل والشعر والكتابة والإخراج والمكياج والديكور والسواقة والنقاشة والكهرباء والحدادة والبحث العلمي والأفكار العلمية الاختراعات العلمية مكونت هذا المشروع وفتح قلت إيه ما أنا عملت في نفسي ده 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 مشروع ضخني جدا أنا همش أده آه مش مش بتاع فرض حرفت علي فلقوس مكونته وورش تدريب وعملت خمسين عرض مصرحي في المحافظات دي وبعدين بدأت عملت عرض كبير جدا في كالة الغوري اسمه وحياتك يا مصر أوبريت هم اشتركوا فيه الشعراء اللي في الفارقة دي والمطربين طلع متين وخمسين مطرب عن مصر حيغنوا متين وخمسين متين وخمسين وطلعوا عملوا عرض عظيم جدا طيب انت إيه الموقف اللي مش هتنساه في السفريات دي؟ حكيت حصيت مواقف يا هو أهم موقف إن أنا تثبت فين؟ آه وأنا ماشي بالعربية وكان معين شاب صغيرة كده اللي هو مسك الكاميرا طبعاً وخواه في اساسها طبعاً فوحنا ركنت قلت له باسه هينزل الكوش كده يجيب لنا مية ومش هافية انا رايح بقى للبرغات ففجأة عائل راح داخل علينا بالمطور اه فأنا استسلمت ما هونا كده خلاص فقلت له بس ابعد واللي انت عايزه هتاخده ونتكلم مع بعض نتكلم بص لأني الفنان ايه ده كمال لا 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 ده الليلة حلوة قلت له حلوة جدا كل اللي انت عايزه بس واحدة واحدة وأنت هتدي لك اللي انت عايزه وانا همشي في طريقي وانت في طريقك وانا اللي شفتك ولا انت شفت لي تابعنا حال قال لي وانت بتعمل ايه هنا قلت له أنا نازل ادور على اللي زيك انت راجل محترم ظروفك خلتك تعمل كده لانا عايز في له صح قال لي اه ما انا مش لايش هو فقولت له انا بقى بقى ادور وباخد بعني حكيت له فكرة المشروع مم وهو بدأ يروك معايا وقال لي ده انا بكت بقى جانب واحدة محمد مونير بس بكرة عندك معادي مع محمد مونير بس ألك على حيات لك انت كنت قاصل تاخده في الحتة دي هو انا ربنا اللي خلانا يقول بس يعني هو اللي بيزعجي بتقول بكرة معادي مع محمد مونير فقال لي بجد توقف جد بتيجي معايا تحضر معايا البروبات انا رايح بالوقتي وعندي شعرة وعندي انت بتكتب اغاني قال لي جاي معايا هذا الشاب من سرء او تثبيت اللي ماشي معاك في طريق وجاء وحضر بيوبات وسرق كل موبايلات العيال يا ريس الموبايلات كلها ضاعة فبس عرفته اه رجأ خدت مبايلة كنان وبعتوه مبايلة انت عايز مبايلة قلني نجيب مبايلة والله يبرافو عليك يعني ربنا يجازيك عنه خير انك حاولتنه خير رب يحصل بقى معايا حاجة